اشتركوا في القناة التي تأتي تتويجا للعلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة ووشائج القربة والمحبة المتأصل بين القيادتين الحكيمتين في البلدين وشعبيهم الشقيقين معتبرين هذه الزيارة فصلا جديدا لتكريس العلاقات المتجذرة التي ارسق وعيدها الاباء والاجداد عبر التاريخ تدعمها دوما الرؤى والاهداف المشتركة والمصير الواحد والتاريخ المشترك والجوار الجغرافي المتميز كما اعرب مجلس الشراء عن ترحيبه بزيارة خادم الحرمين الشريفين القائد العربي الكبير والرجل الحكيم مؤكدا على ان هذه الزيارة الكريمة ستنعكس بشكل ايجابي على تطوير العلاقات بين البلدين وفي شتى الميادين وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعظيم دور ومكانة الامتين العربية والاسلامية حيث تلتق الرؤى بين قائدين كبيرين في جلسة مباحثات اخوية ستعم نتائجها بالخير على مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك نحو مزيد من التلاحم والترابط بين او في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة